السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم في صفحة الثانية والتسعون من كتاب في رهاب اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي اليوم إن شاء الله مع الكتابة الخط رسم همزة متطرفة يعني كتابة الهمزة منعزلة عن الحرف الذي يأتي قبلها لدينا سماء دفء ما بدأ لدينا سماء 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 دفء ثم لدينا بدأ هنا لدينا الجملة بدأ أهل القرية العمل تحت دفء الشمس بدأ بدأ أهل القرية الزواجي 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 العمل تحت دفئ الشمس بدأ أهل القرية العمل تحت دفئ الشمس ننتقل إلى الإملاء الهمزة المتطرفة أقرأ قالت سناء لأبيها الهمزة جاءت متطرفة ومرفوعة قالت سناء لأبيها ما أجمل قريتنا ما أجمل قريتنا ففي الشتاء هنا جاءت الهمزة متطرفة مكسورة تكتسي أرضها بالثلوج البيضاء ذلك هنا الهمزة متطرفة مكسورة ننتقل إلى القراءة الهمزة المتطرفة أقرأ قالت سناء لأبيها ما أجمل قريتنا ففي الشتاء تكتسي أرضها بالثلوج البيضاء نمر الآن إلى ألاحظ وأكتسب لدينا هنا كلمات بها همزة متطرفة ذلك هنا سناء ذلك هنا الهمزة متطرفة جاءت بعد ألف ساك وهي مضمومة سناء كذلك بيضاء وهنا بطء يعني جاءت الهمزة متطرفة بعد حرف ساكن وكذلك في كلمة دفء ذلك جاءت بعد حرف ساكن نذهب إلى أنجز على لوحتي أنجز على لوحتي أستمع وأكتب ما يمليه علي أستاذي أو أستاذتي إذن سوف يملي عليك أستاذك أو أستاذتك كلمات بها الهمزة وسوف تقوم بكتابتي على لوحتي ثانياً أبحث عن كلمات تستمل على همزة متطرفة مثل دفء ماء ذالذينا جلان شاء جمعة صرب أخذ أخذ إب أخذ 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 جسى أخذ سو ان جاء خب اذا من نسبة الكلمات تشتمل على همزة متطرفة مثل ضفء وماء هدينا شاء عبء جزء جزاء سوء جاء كذلك خب خاء خاء ون شكرا